في المرحلة الثانية خلال بقى المرحلة الأولى ومرحلة الثانية المرحلة الثانية نستطيع أن نقول أنها بدأت حضرتك بزيارة وليام بيرنس مدير الـ CIA ومعه مدير المساد الإسرائيلي للدوحة واجتماحهم مع السيد الرئيسي وزراء القطري اللي هو في نفس الوقت وزير الخارجية وفي نفس اليوم نفس اليوم أو نفس وجودهم في الدوحة استقبلت القاهرة كلًا من السيد خالد مشعل والسيد إسماعيل هنية وقائد آخر من قادة حمس واجتمعوا مع السيد الرئيس المخابرات العام المفاوضات حضرتك كانت بتستمر وتقف بسبب الهجمات العسكرية العمليات العسكرية الإسرائيلية على سبيل المثال يوم 14 نوفمبر أما الجيش الاحتلال اقتحم المجمع الطبي في الشفا حماس امتنعت عن التواصل مع الدول أو الأطراف اللي كانت بتتصل بها من أجل لكن بعد ذلك حضرتك يعني الرئيس بايدن خلال الفترة دي اتصل بنتانياهو 13 مرة بالتليفون وبذل معه مجهود كبير نتانياهو في البداية ما كانش عايز ما كانش عايز واقف القتال وكان التقدير كان ان هو عايز يصل إلى الرهائن عن طريق استخدام القوة المسلحة أي ان القوات الاحتلال في اكتياحها البري بعد اكتياحها البري تستطيع أن تصل إلى الرهائن وطبعا دوت كان صعب جدا وكان بيعرض حياة الرهائن لخطر كبير جدا 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 اذا ما حاول ان هو يصل اليهم عن طريق قوته